انطلقت أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربي من تنظيم مجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة واسعة من اقتصاديين ومصرفيين ورجال أعمال لبنانيين وعرب في فندق فينيسيا بيروت وقد دعت النائب بهي الحريري في كلمتها التي ألقتها ممثلة الرئيس سعد الحريري الراعي الرسمي للمؤتمر دعت القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال العرب لتكثيف لقاءاتهم والتي من شأنها إيجاد فرص استثمارية جديدة وخلق فرص عمل للشباب المرحلة الراهنة تتطلب مننا كدول عربية زيادة التنسيق فيما بيننا وتفعيل علاقاتنا الأخوية لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية المحيطة بنا علينا البدء بالتحديد الجدي للمرحلة القادمة مرحلة إعمار سوريا والعمل على وضع خارط الطريق عربية مشتركة لورشة الإعمار التي يجب أن تبدأ مع العودة المرتقبة للأمن والسلام في سوريا وزير الاقتصاد رأى تخوري أشار إلى أن الحرب السورية أثرت سلبا في الاقتصاد الوطني لقد أثبت القطاع الخاص في لبنان قدرته على استعاب المشهد السياسي المنقسم والتأقلم مع المعطيات التي أثرت في الاقتصاد من جهته أشار حاكم مصر في لبنان رياض سليمي إلى أن الخطط التي وضعها المصر في مساعدة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حافظت على استقرار الليرة اللبنانية منذ العام 93 وحتى اليوم كان الناتج المحلي في العام 93 لا يفوق إلى عشرة مليار دولار وأصبح اليوم بحدود الخمسة وخمسين مليار دولار كانت الاحتياطات لدى الوصرف المركزي لا تفوق المليار دولار أمريكي وأصبحت تقارب الآن الأربعين مليار دولار رئيس اتحاد المصرفين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربي أكد التزام المصارف اللبنانية بالقوانين المالية الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب حفاظا على مكانة لبنان على الخارطة المالية العالمية أصول المصارف والودائع والتسليفات مدولرة بنسب عالية في الأصل ما من مصلحة تتحقق في مخالفة التوجهات الدولية رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي استذكر عراب المنتدى وهو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسعيه لجعل بيروت منصة لاحتضان أهل الاقتصاد والسياسة العرب احتفالنا معا باليوبير الفضي وما تعنيه هذه المحطة من الاستمرار والتصميم على متابعة رسالة مجموعة الاقتصاد والأعمال وأنوها رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزير عام حمد شقير بمنبر الاقتصاد والأعمال الذي يعقد كل عام دون انقطاع رغم كل الظروف والتحديات التي يواجهها لبنان والعالم العربي وقال مدير عام إدال ورئيس مجلس إدارتها نبيل عتاني إن الحروب في المنطقة أثرت في ابتعاد الاستثمارات الأجنبية